السلام عليكم وحشان يا جماعة النهاردة هنعمل نوع خطير من الخضار بتاعنا المشكل بطريقة حيلة عندنا هنا حقيقة المخليلات بيستخدموها بطريقة غريبة جدا 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 وتعلمت حاجات كتير احب اضيف الطريقة دي ليكم حلوة وجميلة ومن الاكلات اللي حلوة قوي قوي في الصيف مع كل المشويات بتبقى على ترابيزة الطعام حلوة هنستخدم الخضروات الجميلة بتاعة الموسم بتاعها اللي هي الفاصولية الخضرة السويد بيبر والحمص الفاصولية بعض من البقيلات زي الفاصولية اللي هي الحمرة ممكن تستخدمي برضو الفاصولية البيضة وممكن تستخدمي اللي هي الحمرة انا استخدمت الحمرة او استخدمت الهو الحمص اللي بنعمله حمص الشام عشان تبقوا معايا عارفين انا بعمليه هاخد اللي هي العدان او اللي هي القروني الفاصولية الخضرة اللي احنا بنطبخها بس انا المرة دي مش هطبخها معاكم خالص ان شاء الله نبقى نطبخها مع بعض بطريقة حلوة وعملتها على فكرة ستيكس جميلة قوي قبل كده بس انا هاخد العدان او الفاصولية هقطعها زي نصين او تلاتة بحيث ان نعمل الحجم بتاع حوالي انش تبقى شكلها حلو وانا بجمع كل الخضروات مع بعض هقطع الفاصولية بالمقاس اللي انتو شايفينه بالزبط وهبتدي برضو اخد معاها الفلفل الالوان اللي انتو شايفينه هنقطعه بنفس الطريقة وهنا عندي الحموس انا سلقا وحلوة اوي مستوي زقوي صوفت اوي عايز اقول ناعم جدا ودي الفاصولية بتاعتي او اي نوع من البقيلات اللي انا بحبها بس الفاصولية بتبقى حلوة اوي اوي بتدي طعم جميل وفي نفس الوقت بتبتعد فترة طويلة زي ما انتو شايفين هي مسلوقة والتاني والحموس برضو مسلوقة هنا هعمل المحلول اللي هنزل فيه الخضار بتاعي جبت الميا وهضيف عليها الملح وهضيف عليها الخل الابيض بتاعنا اللي بناعمل به السلطات والمخلل وهدوب التلات مكونات دول مع بعض الحد ملاقي الملح هداب ويبقى مزبوط جوا الميا عشان هنزل عليها بباقي المكونات بس بعد ما اعمل اضافة تانية للخضار اللي هشتغل عليه بعد ما اتأكدت ان انا دوبت كل حاجة هقوله بقى اركن على جنب شوية كده عشان اشتغل على باقي الحاجة بتاعتي هاخد كل الخضار هنزل عليه في اي حاجة تكون كبيرة عشان اقدر انزل عليه دلوقتي بباقي اللي هو الحموس والفاصولية وبردو هنزل بالعصل خطوة العصل حلوة قوي قوي عشان تكسر الحموضة شوية اللي موجودة جوه الملح وجوه الخل يعني الخضار ده بيدي طعم سويت في الصور يعني عامل بتقدميه مع اي اكل اي اكل يعني انت شوية فراخ بتقدميه وانت حطاه مع الفراخ مع بطاطس بطاطس اللي هي كريمة البطاطس ايه تاني السلطات الخضرة كتير انتو عارفين السف مش حابب اني كل شوات تطبخي بقى وتخش تطعقي بقى الحركات دي فانا هنا نزلت الخضار ده حوالي نص كيلو من الخضار تنزل يعنيهم بمعلقة او نص من العصل الملح او المحلول اللي اشتغلنا عليه يعني هاتي كوبايتين من الميا عليهم معلقة ونص كبيرة من الملح معلقتين من الخل بتدووا بيهم كويس وبتنزلي بعد ما بتتأكدي اني غلفت الخضار اللي انتش عملتيه كله بالعاصر بحيس انه ما يكونش اخد جزء اخد عاصل وجزء التاني لا وهبتدي اجيب حاجة كويسة ما تعملش ريحة كريغة عشان الجو يبتدى يحرر واروح نزلة بالحاجات بتحت وهحطها بشكل اللي انتو شايفينه كله مع بعضه بعد ما قطعنا الخضار وينزلنا عليه بالحموس والفاصولية بتاعتنا اللي هي الحامرة اللي بحبها قوي في البيضة تقدره برضو هي تستخدمها لو مش موجودة بس الحاجات دي غنية جدا بالبيضة مونات كتير قوي قوي وهي غطيها لحد ما غل في الوش بتاعها لازم يلوق الوش بتاعها يبقى فوقي المحلول اللي احنا عمانها يبقى مغطيها كانك بتخليلي مخلل بالظبط نفس الفكرة بس حقيقي ما تشبعيش منها نهائي وبعدين بتغطي عليها تقولي لها جود لك بترجعي لها بعض يومين او تلاتة بتلاقيها جهزة بتاكلي منها بقى وتقدميها اسماك لحوم مشويات كفتة دجاج ريحة البحر خارجة في المصيف الحركات دي كلها بتغطيها معاك بعد ما بتصفيها من الماء بتاعتها بتحطيها في علبة حلوة وتغطيها معاك مع الاكل بتاعك وتتبسطي يعني انت والولاة وتتبسطي في الاطباق هنا خلاص خلصتها هركنا على جنب وهرجع بعد ما تستوي بوصي دا شكلها النهائي قعدت حوالي تلاتة اربعة ايام بيبقى دا شكلها حلو حلو جدا جدا طعم جميل اوي 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 ما تشبعيش منه طعم العسل فيها هايل اول ما تفتحيها اول بصوا شكلها عامل ازاي الفاصولية حلوة اوي 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 الحموص جميل جدا الخضار رايق ونضيف الفاصولية جميلة كل حاجة جميلة حقيقة بارك الله اول ما تفتحيها وتاخدي منها تحطيها في التلاجة عشان ما تعملش طبقة وتبوز بصوا شكلها عامل ازاي بحبها اعملوها وهتدعوني مش هتبطلوا تستغنوا عنها هتبطلوا تطبخوا خضار هتعملوا اللي انا بعملوا قدموها بالطريقة دي والله تجنن انجويا جماعة ما تنسوش تتبعوني على قناتي التانية وصفحيتي على الفيس هسيب اللينك بتاعها جوا سندوي الوصف دي كان طريقتنا سهلة وبسيطة حقيقة تجنن 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 اشتركوا في القناة